على الجانب الآخر من موسكو يوسف بقر ما الذي تحمله التصريحات الروسية؟ هناك تصريحات تشي بحالة من الغضب على الجانب التركي وهناك تصريحات أخرى بما يشبه الاعتذار المبطن بأن روسيا لم يكن لديها علم بوجود جنود أتراك ما الذي تحمله هذه التصريحات يوسف؟ نعم موسكو شددت بأن سلاح الجو الروسي لم يشارك في العملية الجوية التي استهدفت الجنود الأتراك في إدلب وقالت بأن الإرهابيين والجنود الأتراك كانوا في نقطة واحدة وبأن الجانب التركي لم يعلم موسكو بوجود العساكر الأتراك في إدلب ربما هذا التصريح يعد الأهم من طرف الجانب الروسي خاصة بعد نهاية المفاوضات بين الأتراك والروس بعدم الوصول إلى نتائج إيجابية هذا بحسب الخبراء يؤكد بأن موسكو بدأت عمليا في رسم خارطة طريق جديدة وخطوط حمراء للجمعات الإرهابية والعساكر الأتراك في ذات السياق وصارت الدفاع الروسية قالت بأن الأسطول البحري الروسي عزز تواجده في سوريا عبر إرسال فرقطتين روسيتين مزودتين بسواريخ كاليبر عالية الدقاء التي يفوق مدها 2500 كيلومتر هذا يعني بأن هناك سيناريو محتمل للعدوان على القوات الروسية المتواجدة في سوريا في قاعدتي حميميم وترطوس وكذلك أن الجانب الروسي يعي بأن أردوغان يحاول جر النيتو وواشنطن إلى تقديم دعم كبير في تواجد العساكر الأتراك في إدلب وإعلان منطقة حذر جوي لكن يبدو أن أردوغان نسي أو يتناسى بأن إعلان منطقة حذر جوي فوق إدلب يمر بالكريملين وبموافقة من موسكو إلا فنحن أمام سيناريو مواجهة حتمية بين القوات التركية ومشاركة النيتو وواشنطن وهذا السيناريو التي لا تريد موسكو أصلا التفكير به نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر